يا صباح الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم يوم جديد يا ربي إن شاء الله يكون يوم سعيدة علينا كلنا بإذن الرحمن وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي أكيد محملة بكتير من الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وبغيره وطبعا هنتكلم مع حضراتكم عن الرياضات المحلية والرياضات العالمية المختلفة كل ده طبعا إلى جانب الاستضافة اللي بنسعد إحنا شخصيا بيها وإن شاء الله تسعد يعني حضراتكم كما أنت سعدوا معنا من خلال متابعاتكم لنا سواء في جزء الأول من حلقتنا أو في فقرات الاستضافة صباح الفل عليك صباح الخير صباح الهنة يعني برضو هرجع أقول كليس يقول صباح النصر بس ما فيش مشكلة هنقول صباح الهنة وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل وحنتكلم أكيد بالتفصيل وحنتكلم عن كاوليس كمان مباراة أمس مع الدخلية وإيه الثغرات وإيه المشاكل يا كريم وليه إحنا ما قدرناش إن إحنا يعني نخلص الجيم بدري ونخلص الجيم بنتيجة أفضل من كده هنتكلم في كل ده بس برضو بقى الكلام عن الشق ده لازم هنتكلم في اللي جاي لأن إحنا لسه عندنا شوت كبير جدا لسه النتائج لم تحسم لسه فيه فرص كبيرة وحنتكلم ليه يا كريم من بعد ما رجعنا كمان من كاس العالم للأنداء تحديدا المستوى ما كانش زي قبل ما نسافر لأن دي نقطة مهمة ومحتاجة تحليل بصراحة على كل حال صباح الفل ونهاية الأسبوع زي ما كريم كان بيقول إحنا معنا فقرات أكيد كتير تام حضراتكم مختلفة وكمان أخبار كتيرة جدا خاصة بالكرة المحلية والكرة العالمية فتابعونا حيبقى معنا فقرات إيه بقى؟ الفقرة الأولى حينورنا فيها أستاذ محمود عبدو كابتن منتخب مصر للساق الوحدة وطبعا ده ملف مهم جدا الفقرة الثانية حتكون مع الأستاذ سامح سمير وهو طبعا النقد الرياضي المعروف اللي إن شاء الله هنسعد بوجوده معنا واللي هنتكلم معه واللي هنحاول نعرف من خلال قعدتنا معه جانب من الإجابات على الأسئلة اللي نهواند كانت لسه بتترحها من شوية والتالت وآخر فقراتنا الحوارية هي فقرة طبية مسجلة مع الدكتور باهر السعيد فإن شاء الله تكون فقرات موفقة بإذن الرحمن تعالوا بقى ندخل على طول في أجواء موتش مبارح على طول مبارح طبعا كانت مباراة صعبة إلى حد كبير الأهلي تعادل مع الدخلية بهدف لكل فريق ضمن المنافسات الجولة إلى 20 من بطولة الدوري الممتاز اللي حصل إن محمود كهرباء تقدم للنادي الأهلي في ديئة 70 لكن اتعادل رشيد أحمد للدخلية في ديئة 90 وكده بيرتفع الرصيد النادي الأهلي إلى 41 نقطة ومزال في صدارة ترتيب جدول المسابقة فيما ارتفع رصيد الدخلية إلى 17 نقطة الأهلي ضغط من بداية المباراة في منتصف ملعب الدخلية واستمرت المحاولات المستمرة في الهجوم من قبل النادي الأهلي لحد ما نجح كهرباء في نساج الهدف التقدم للنادي الأهلي في ديئة 70 بعد تصويبة ساروخية من داخل منطقة الجزاء لكن اللي حصل بعدها وتحديدا في ديئة 78 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد عرقالة حمد فتحي لكن عد القراره بعدها بناء على قرار تقنية الفار واحتسب خطأ للنادي الأهلي من خارج منطقة الجزاء وطلع البطاقة الحمراء للمدافع أحمد عبد الرسول بالتالي لعب الدخلية بعشر لعيبة فقط لكن ده ما منعهمش أنهم في الديئة الأخيرة من الوقت الأصلي لأحداث المباراة من أنهم يسجلوا وتحديدا رشيد أحمد يسجل هدف التعادل للدخلية شوف فيه كذا حاجة ممكن تتقال هنا الصراحة لو هنيجي نتكلم في العموم على مستوى الكرة المصرية هتلاقي أن فيه جانب صغير إيجابي وهي فكرة هنا التطور الملحوظ لبعض الفرق اللي هي ربما لم تحظى بيعني رانكينجز أو بفرص قبل كده في مواسم سابقة بهذا الشكل زي الموسم ده لو أنت جيت قرنت ونرجع نقول تالي لأن إحنا بنتكلم أن هذا الموسم موسم استثنائي ليه أو موسم مختلف ليه لأن أنت عندك صفقات كانت والأول مرة أن هي بتتم بهذا العدد وبهذا الشكل أسواء إحنا عم نتكلم على صعيد الفرق أو يعني اللعيبة أو على صعيد المدرين الفنين ففيه اختلاف كبير جدا ملحوظ في أداء الفرق دي حاجة كويسة فكرة أن الدوري عندك الترتيب دلوقتي ما بقاش اللي هو الثابت زي كل سنة وكل موسم فات أن إحنا واحد اتنين ثلاثة أول ثلاثة معروفين أو أول أربعة معروفين لا خلاص دلوقتي بقت فيها أندية جديدة بتنافس فده نقطة إيجابية النقطة الصعيد الثاني أو على الصعيد الآخر أنت بتتكلم عن نادي الأهلي مع كل ده وفكرة أن إحنا برضو في الصدارة الكريم لكن أكيد مش هو ده برضو أو مش هي دي النتائج اللي إحنا كنا نتمناها ليه تاني حنرجع نقول إحنا مش بنحط ضغط على اللعيبة بس لما تيجي أنت شوية تلوم حد أو تلوم حد عزيز عليك خلينا نقولها بالشكل ده بيبقى لأنك عارف أنه هو يقدر يقدم أفضل وأنه هو كان فعلا أفضل أنت عارف بقى أنا بتديت أحس بحاجة وحميل للرأي ده اللي الناس بتتكلم فيه أن الناس كتير شايفت أن الأهلي لو ما كانش شارك في كاس العالم للأندية ربما كان النتائج اختلفت تماما لأن إحنا كنا ماشيين بشكل رائع قبل ما نسافر قبل التوقف وما نسافر لكاس العالم للأندية ولا أنت تختلف في ده أنا شايفا كده جدا لا بصي هقولك الحاجات اللي أنا متفق معاكي فيها فكرة أن إحنا بعد العودة من مشاركة بكاس العالم الأخيرة الوضع مرتبك نسبيا بالمقارنة باللي كنا عليه مش ماشيين بنفس القدر من السبات ما فيش سبات حتى ولا استدامة في الأداء المعتاد من النادي الأهلي ماتشاط وماتشاط الحقيقة وفي بعض الأحيان أشواط وأشواط كمان وده حصل ابتداء من مشاركتنا بكاس العالم يعني آخر ماتشين بصفة خاصة يعني كانوا فعلا فيه نقطة تحول في لحظة غفلة كده من الزمان نتج عنها حتى الخسارة بفارق وذكور كبير كان ممكن جدا ما تبقاش دي النتيجة للماتشين دول بصفة خاصة لكن هنرجع ونقول أهو على الصعيد المحلي إحنا ما زلنا حتى هذه اللحظة في ترتيب يعني في ترتيب اللي شابقة إحنا في الصدارة وستيل يعني هوند برضو فيه فرق لطيف ما بيننا وبين أقرب المنافسين لكن بيني وبينك ممكن يبقى أبعد من كده بكتير بصفت لو ما كناش تعدلنا في كذا إنت الموسم ده رائع والفرقة بتاعتك كامل إلى حد كبير رغم تلت إصابات يعني إن شاء الله يرجعوننا بالسلامة إن شاء الله عندك مدير فني فعلا كويس جدا مارسل كولير من الأول يوم جي فيه وصل مصر لها عادنا نحكم الأول على الشخصية بعد كده طريقة التعاون بعد كده الروح اللي عادت مرة تانية للعيم وبعد كده بتدينا نحكم على الفنيات والنتائج فعلى كل حال إن شاء الله لسه قدامنا كتير وكولير الميزة اللي فيه زي ما انا تكلمت قبل كده أنا وكريم في حلاقات سابقة هو دايما الراجل بيطلع بعد كل مباراة بيتكلم بمنتاج شفافية يعني مبارح تحديدا في المؤتمر الصحفي وطلع قالك أنا هعمل وحشتغل في الفترة اللي جاي على تصحيح الأخطاء وحعالجها وطبعا هي كانت ظهرت مش بس في المباراة اللي فاتتتكلم أن هي يعني حقول متكررة في مطشاط كتيرة سابقة فهو تكلم وحدد أو يعني ركز قوي على هذه النقطة لما كانوا بيسألوا الصحفيين طب ده حيستمر الامت قالك لا إحنا هنشتغل على ده من دلوقتي علشان ده مش هيظهر في الفترة اللي جاي فده كلام إلى حد ما مباشر خيانوح نتابع ونرجع نتكلم